اختمت اليوم أعمال مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية المنعقد منذ الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض الحضور وبينهم أربعمائة شخصية يمنية أكدوا على دعم شرعية الرئيس عبدرب منصور هادي ورفض الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين بدعم من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بيان الجلسة الختامية أكد استخدام كافة الوسائل العسكرية والسياسية استكمال العملية الانتقالية وجهود بناء الدولة الاتحادية في اليمن داعيا إلى محاسبة القيادات العسكرية والسياسية الضالعة في الانقلاب أننا نعد هذه الوثيقة أو هذا البيان أحد المرجعيات الأساسية النظمة لعملية التحول السياسي في اليمن والتي سبق وأن أكدنا عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وسوف يتم إيداع هذه الوثيقة في الأمم المتحدة لتضاف إلى جملة المرجعيات السابقة وما أن أسدلت سيطار على مؤتمر الرياض حتى ظهرت بوادر مؤتمر جديد في جناز هذه المرة سيجمع أطراف الإزمة اليمنية نهاية الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة ووفقا لإسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فإن الحوثيين سيكونون موجودين في جناز لازم أن نعمل من أجل تجديد الهدن الإنساني لأن الوضع الإنساني ما زال صعما رغم أن أعظم أن توقفت ولكن لأنه ما على السب حصلت هناك خروقات كبيرة النقطة الثانية هي أن نعمل كذلك على تخطير اجتماع جناز الذي ندعوه كل الأطراف ونريده أن يكون اجتماعا شاملا لكل الأطراف اليمنية على الأرض لم يختلف المشهد في اليمن من قبل إعلان الرياض عما بعده فالغارات استؤنفت على صمعاء وغيرها بينما الحوثيون ما زالوا يقاطلون في مؤشرات على أن فرص الحل السلمي في اليمن المنهك بعد شهرين من النزاع الدامي تتضاءل رويدا رويدا ترجمة نانسي قنقر